بعد ان توجت لامبورغيني هوراكام بيرفورمنتي بلقب اسرع سيارة مخصصة للطرق العامة على مضمار حلبة نوبوردينغ في المانيا والذي سحبته من السيارة الالمانية بورش 918 سبايدر خلال هذا العام خسرت هوراكام بيرفورمنتي هذا اللقب العالمي بسرعة غير متوقعة ولصالح سيارة صينية الصنع فبعد ان حصلت السيارة الصينية نيو اي بي ناين على لقبي اسرع سيارة كهربائية في العالم بسرعة قصوى بلغت 313 كم في الساعة ولقبي اسرع سيارة بدون سائق في العالم بعد غصولها الى سرعة 258 كم في الساعة بالاعتماد على انظمة القيادة الذاتية توجدت هذه السيارة الكهربائية بلقب اسرع سيارة على حلبة نوربوردينغ بعد ان قطعت مضمار الحلبة في زمن وقدره 6 دقائق و45 ثانية وتسعون جزءا بالمئة من الثانية ومن الجدير بالذكر ان السيارة الصينية نيو اي بي ناين هي من صنع شركة نيكست اي في والتي تشارك في سباقات فورمولا اي الكهربائية وتعتمد السيارة على اربعة محركات كهربائية تولد معا قوة واحد ميجاواط او ما يعادل 1360 حصان وبهذه القوات تسارع السيارة من الصفر الى 100 كم في الساعة في 2.7 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 313 كم في الساعة واعلن الصانع الصيني انه سينتج عددا محدودا من هذه السيارة الكهربائية الخارقة والتي انتج منها حتى الان 6 نسخ من اجل عملية التطوير والاختبار ومن المتوقع ان يصنع منها 10 نسخ اخرى فيما سيبلغ سعر السيارة الواحدة مليون واربعمائة وثمانين الف دولار امريكي او ما يعادل قرابة 5 ملايين وستمائة الف ريال سعودي ما رأيكم اعزائنا متابعي عرب جي تي هل تتوقعون ان ترد شركة لامبورغيني او بورش قريبا على هذه السيارة الصينية وتستعيد اللقب العالمي من جديد شاركونا بتوقعاتكم في الخانة المخصصة للتعليقات في الاسفل لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي